بدأت مكونات بتحالف قوى اعلان الحرية والتغيير اختيار اسماء مرشحيها للبرلمان الانتقالي وكدت تحالف عدم امكانية تاخير تشكيل المجلس التشريعي لاكثر من 90 يوما من دخول الوثيقة الدستورية حيز الانفاذ وقال القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل ان المكونات الخمسة المشكلة لتحالف قوى الحرية والتغيير ستشارك في البرلمان الانتقالي مشيرا الى ان بعض المكونات بدأت في جمع سياري الذاتية لبعض المرشحين بغية دراستها والاتفاق على ترشيحهم ووضح فيصل بحسب تصريحات صحفية ان لجنة الترشيحات التي اختارت اعضاء مجلس السيادة المدني والوزراء ستواصل عملها باختيار مرشح المجلس التشريعي الانتقالي وقال ان قوى الحرية والتغيير لم تحدد بعد عدد الترشيحات للبرلمان من كل مكون من المكونات الخمس وجزم فيصل بعدم امكانية تشكيل مجلس تشريعي لجهة ان الوثيقة الدسورية تنص على اختيار مجلس تشريعي بعد تسعين يوما من بدء الاتفاق حي ذات تنفيذ على انعقد اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لتولي صلاحيات المجلس التشريعي الى حين تشكيله